خرج بيان وزارة الصحة بخصوص فيروس كورونا وتم الاعلان عن 157 حالة اصابة جديدة بالفيروس و14 حالة وفاة وطبعا كل التعزينة لأهالي الوفيات وبنتكلم كده انه بالحالات الجديدة اللي ظهرت اجمالي عدد الاصابة بفيروس كورونا 3490 حالة اصابة اجمالي حالات الوفيات بعد ال14 حالة جديدة للنهاردة 264 حالة وفاة وطبعا في بعض البيانات التانية قدام حضراتكم بخصوص الحالات اللي تحاول نتعجها من ايجابية لسلبية والحالات اللي تعافت وخرجت من مستشفيات العزل وزارة الصحة النهاردة كمان بتتكلم وبتقول انه تم اعداد مستشفيات الصدر ومستشفيات الحميات لتقديم كافة الخدمات للمصابين الكلام ده هيكون يعني بلاتا من التشخيص ولغاية لا قدر الله يعني لو تأكدت الحالة والترينة طبعا للعزل الطبي ووزارة الصحة قدمت كل الشكر واحنا كمان بتأكيد وكل الشعب المصري بيقدم كل الشكر والتقدير للجهد الكبير اللي بتقوم به المنظومة الطبية في مصر من أطباء وتمريد وتواقم مساعدة فليهم كل التحية والتقدير الحقيقة وربنا يا رب يحميهم بإذن الله تعالى ويحمي المصريين والعالم أجمع إن شاء الله من هذه الجائحة شكرا